السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه وحشيني جدا من الفيديو اللي فات النهاردة جايبا لكم ففقر التفنين 8 استخدامات للملح بجد مزهلة وهتفيدنا جدا في بيتنا ايه هي الاستخدامات دي اولا لو انت اول مرة تشوفي فيديو ليا اشتركي في القناة علشان يوصلك جديد الفيديوهات ولو انت متابعاني لايك وشيرلي الفيديو لصحابك علشان يستفيدوا زيك بالنسبة لفقر التفنين لو انتوا حابين تتابعوا كل الفيديوهات خاصة بالتفنين اللي انا بقدمها هتلاقوا ظاهر اساكوا دلوقتي على الشاشة قيم التشغيل باسم تفنين حنانجو معا انا عام لهالكم على القناة مجمعالكم فيها كل الفيديوهات الخاصة بالتفنين اللي انا بقدمها تقدروا تضفوها عندكم وهيوصلكوا كل الجديد الفيديوهات اللي انا بقدموا ايه هي بقى استخدامات الملح اول حاجة طبعا كلنا كلنا دون استثنى يعني محدش يقول لا اه اتحرقنا من الزيت واحنا بنقلي طب ازاي نتجنب الفرقعة بتاعة الزيت او ترتشة الزيت تقدري تحط الملح في الطاصة قبل ما تضيفي الزيت للقلية علشان مايفرقعش في وجهك الحاجة التانية استطاير بتاعة الحمام البلاستيك لو احنا عندنا الحمام فيه بنيو طبعا منجيب له سطارة بلاستيك السطارة دي مع الوقت بتبدأ تعمل من تحت كده بيجمع عليها بكتيريا فبتبدأ تسود فعلشان ما تسودش بنعمل ايه؟ اول ما بنشتريها نغسلها بمية وملح علشان ما يتكونش عليها بكتيريا وبالتالي مش هتسود من تحت تالت حاجة هي الحاجة اللي بتملى بيوتنا كلنا هي النمل ازاي نتخلص من النمل في الصيف بالزيت؟ نقدر نتخلص من النمل عن طريق استخدام المية والملح يعني احنا لو استخدمنا اربع كوبات مية نحط عليها كوباية ملح ونحطوهم في ازازة ونرجوهم كويس والرش المية دي بالملح فيه الاماكن اللي بيطلع منها النمل مش هتلاقي نملة تاني خالص في بيتك ودي على فكرة وصفة انا مجربها شخصية لو انت بقى حابة ريحة بيتك تبقى جميلة جدا وتلاقي يعني ريحة عطر على طول في الشقة يعني فيه ناس دايما بيبقى ريحة المطبخ بتطلع على الشقة او ريحة الحمام برضو بتبقى مش ولابد فلو انت حابة انت تخلي ريحة شقةية الكويسة تعملي ايه تجيبي نص كوباية ملح وتحطي عليها من 20 ل 30 نقطة لأي نوع زيت لريحة زي مثلا زيت القرنفل زيت الزتون زيت جوز الهند الزيوت اللي هي ليها روايح جميلة وطبعا الزيوت دي هاجبيها من عند العطار تحطي من 20 ل 30 نقطة على نص كوباية ملح وتحطيها في برطمان يكون ازاز ياريت يكون ازاز علشان يقدر يساعد على انتشار الريحة وشمي الريحة في البيت هتلاقي دايما ريحة البيت جميلة جدا ده معطر طبيعي في البيت ومش مكلف حاجة كمان لزيتات البيوت بقى اللي هي عندها بيتها الحمامات الاحواط بتاعة المطبخ او الحمام قديمة قوي فبيبقى عليها بعض التراصبات اللي ما بتطلعش بسرعة تقدري تستخدمي ملح ولمون وتدعاكي بيهم الحمامات او البانيو او الاحواط كل الحاجات دي تقدري تشيلي التراصبات اللي عليها وهتلاقيها رجعت جديدة لنج زي الاول وعلى فكرة عن تجربة يعني انا الحوط بتاع المطبخ باستخدم معايا الوصفة دي بجد بيرجع جديد جدا زي ما كان ايه كمان؟ يامني احيانا العرائس الجداد بقى الكلام ده للعرائس الجداد احيانا العرائس الجداد ممكن وهما بيكبو حاجة تتحرق منهم فالمكوى بيعلم فيها الحاجات اللي بتتحرق او بيظهر على المكوى بعض الترسبات للمية او بالذات المكوى البخار لونها بيتغير فتقدر يتنظفيها بالملح ازاي ان انت تجيبي شوية ملح ويجيبي قماشة مبلولة بس على بسيط كده وتفركي الملح على المكوى وبعد كده تبدأي تفركي بالقماشة المبلولة الملح برضه على المكوى وبعدين تمسحيها خالص هتلاقي المكوى رجعك جديدة زي ما كانت سابعة حاجة هي ريحة البصل طبعا كلنا لما بنيجي نقطع البصل بادينا ريحة البصل بتفضل في دوافرنا وفي جلد ادينا كمان تقدري تخسيلي ايديك بماية وملح بعد ما بتقشري البصل ودي برضه بتضيع ريحة البصل بسرعة من الايدين البصل او الطوم طبعا بالنسبة بقى للناس اللي بتحب الرومانسية وبتحب تشغل شمع علشان الشمع مايسحش بسرعة تقدري تحطي عليه ملح الملح بيساعد ان الشمع يقعد فترة اطول ومايسحش دي كانت التمن استخدامات الخاصة بالملح اتمنى انها يكون افكار جديدة وبسيطة وعجبتكم وتنفزوها عندكم في البيت وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته